اشاد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية بالتعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما وصل إليه من مستويات متطورة ومتقدمة على مدى أكثر من 30 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين لا سيما في المجالات التجارية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية نعم جاء ذلك لدى لقاء معالي في مكتبه بقصر إقضابية صباح اليوم سعادة السيد شاي جون المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية للشرق الأوسط وخلال اللقاء رحبا معالي بسعادة المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية للشرق الأوسط متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين وتحقيق الفائدة المرجوة من مشاركته ممثلا لبلاده في أعمال مؤتمر حوار المنامة والرامي إلى تبادل وجهات النظر بين المشاركين رفعي المستوى زاء التحديات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية الملحة على المستوى الدولي وأكد معالي تطلع مملكة البحرين لنجاح أعمال القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية التي تستضيفهما المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض الشهر المقبل والتي من المقرر لهما الدفع بمستويات العلاقات الخليجية العربية الصينية نحو أفاق أوسع من الشراكة الفاعلة مع جمهورية الصين الصديقة بما يعود بالخير والنماء على دول وشعوب المنطقة والصين من جانبه أعرب المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية للشرق الأوسط عن شكره وتقديره لمملكة البحرين لاستضافتها أعمال مؤتمر حوار المنامة والذي من المؤمل أن يلخص أن يخلص إلى نتائج وتوصيات قيمة من شأنها أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع معربا كذلك عن حرص بلاده على مؤصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلادين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر